بسم الله الرحمن الرحيم ايه هي البرامج التي تصلح كبديل للوت كاد برنامج الوت كاد من اقوى برامج الكاد الكمبيوتر ايد ديزاين برنامج قوي جدا من زمان من تقريبا سنة 82 دلوقتي ما فيش اقام مشكلة خاصة بتعامل معها لكن المشكلة بتنشأ لما انت بتحتاج ان انت تشير نسخ اصلية فبتفاجأ ان الاسعار كبيرة وان انت محتاج تشتري نسخة لكل جهاز فالموضوع بيبقى صعب لو انت شغل بتعمل شغل خاص عندك في البيت فالشركة ما فيش مشكلة بيش تقدر تعمل عليك اي مشاكل لكن لما بيكون شركة كبيرة او انت متعاقد مع الشركة مشترطة ان انت تشتغل بنسخ اصلية فبتضطر ان انت تدور على بدايل وفي بدايل بتبقى مجانية وفي بدايل بتبقى رخيصة وفي بدايل بتبقى سعارها معقول شوية تمام تمام ايه البدايل اللي احنا ممكن نروح لها في برنامج اسمه درافست ده برنامج قوي وواجهته كويسة من فش اي مشكل خالص ومجاني بتقدر تشغل عليه برضو على ويندوز او لينكس بدون اي مشكل خالص في برنامج كيو كيد ده برنامج من البرامج الكويسة وتقدر تشغل عليها برضو على ويندوز وعلى لينكس والواجهة بتاعته بسيطة وسهلة ان شاء الله من فش اي مشكل خالص ممكن برضو تروح لبرنامج زي اللي برنامج كيو كيد ده بديل للاوتو كاد وبشغل على ويندوز وماكنتوش ولينكس وبشغل 2d و3d فيه برنامج فري كاد بشغل على ويندوز وماكنتوش ولينكس وبشغل 2d و3d وبم برضو ومجاني وبيدعم برنامج ده برنامج ده برنامج كويسة وفي برنامج جي اسمه ZWCAD ده برنامج صيني سرقين الاوتو كاد بالميلي يعني هما دخلوا سرقوا الملفات دي ال ال وبتسرقوا الملفات تشتغلوا عليها بس ممكن تشريه مثلا النسخة ب500 جنيه ب1000 جنيه يعني اسعار لا تقرم باسعار الاوتو كاد تمام طبعا الافضل انتو تنقل البم بس لو انت عايز شغل على كاد البرامج ده كويسة جدا وبرضو فيه برنامج بايسون كاد ارشميديس يعني في بروك كاد لان انت لو دخلت كداد باوتو كاد الالترنتف هتلاقي بدال كتيرة جدا متنوعة وتبدأ تجرب وتشوف ايه اللي انت حاس ان هو شغال معك كويس في نانو كاد ده الوجه بتاحته قريب قوي قوي من الاوتو كاد وكويس وسعره تقريبا 180 دولار فسعره رخيص تمام فيه برضو البروك كاد ده برضو من برامج الرخيصة وبرامج كويسة هحط ان شاء الله الروابق بتاعتها اسفل الفيديو واتمنى ان انت تتجرب تبقى بس في دماغك ان هو بش الاتو كاد هو البرامج الوحيد لا فيه برامج تانية بديلة وتبدأ تشوفها وتبدأ تقارم بينها وبنوسع الافاق اللي ابتر رائع لي باش بنقول الاتو كاد وحش بس بنقول فيه برامج بديلة جرب في برامج مثلا زي فيكتور ووركيس هتلاقي برامج ده تجرب ولو فيه برامج حلوة قلنا عليها ان شاء الله